أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم أبارك لكم أيها الأحبة هذه الذكرى السعيدة ذكرى المبعث النبوي الشريف هذه الحادثة التي غيرت مسيرة البشرية حيث بُعِث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء والمُرسلين بُعِثَ بُعِثَ مُكَمِّلًا ومُتَمِّمًا للمشروع الإلهي العظيم الذي رسمه الله تبارك وتعالى لهداية البشر فبعد كل هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لتحقيق الهدف تم ذلك الهدف بِبِعثة المُصطفى مُحمد ولا يخفى عليكم كيف كان حال الناس قُبيل بِعثة المُصطفى فهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بعث الله نبيه مُحمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله حيث لا منارٌ ساطئ ولا علمٌ قائم ولا منهجٌ واضح وهذه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول فرأى الأمم فرقًا في أديانها يعني الله تبارك وتعالى رأى الأمم فرقًا في أديانها عابدةً لأوثانها عكثًا على نيرانها منكرةً لله تبارك وتعالى مع عرفانها فأنار الله بأبي محمدٍ ظلمها وكشف عن القلوب بُهمها وعن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فبصَّرهم من العماية ودعاهم إلى الدين القويم وهداهم إلى الصراط المستقيم هذه الكلمات من أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن رسول الله أو من فاطمة الزهراء عليها السلام تُبَيِّنُ لنا كيف أن بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جاءت فينا في المناسب بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولَ اللَّهُ لِيُؤَدِّي دَوْرَهُ فِي قِيَادَةِ النَّاسِ نَحْوَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ولكن مناسبة عظيمة كهذه كما غيرها من المناسبات العظيمة والمهمة والمفصلية في تاريخ الإسلام والمسلمين فإنه أثير حولها شبهات وبعض المغالطات التي لا تتناسب وطبيعة البعثة التي لا تتناسب وعظمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلنذكر ما قيل في جانب بعثة رسول الله وهذه رواية لعله أكثر من يعرفها هم الإخوان الأحبة اللي قاعدين بالنص التفت هذا الكلام جداً مهم نُقِل في مجموعة من الروايات منها بعض الكتب المهمة التي نقلت هذه الروايات مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وهذه الفكرة وهذه الرواية التي تدرس لكم في المدارس وأولياء الأمور يعرفون ذلك ما هي قصة بعثة رسول الله تُسرد كالآتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في غار حراء وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي هو يسولف هو يقصلنا كيف نزل عليه جبرائيل يقول نزل علي جبرائيل فقال لي اقرأ قلت ما أنا بقارئ كما يرون أن رسول الله كان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتاب وهذا القول ليس في الحق من شيء جاء إليه جبرائيل قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فيقول رسول الله أخذني جبرائيل فضمني إليه ضمه حتى بلغ مني الجهد وفي بعض الروايات حتى كاد أن يموت رسول الله من شدة عصرة جبرائيل له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية ما أنا بقارئ ما أعرف فقرأ ما سوي عنه فأخذه جبرائيل وعصره عصرة حتى بلغ منه الجهد وقال له اقرأ فقال له رسول الله ما أنا بقارئ ما أعرف أقرأ فأخذه جبرائيل مرة ثالثة وضمه إليه وعصره عصرة حتى بلغ منه الجهد وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والنبي بعد هذه الحادثة كان خايف ومرعوب فانطلق ويني روح ويني انطي وجهه ذهب إلى خديجة وصار يقول لها دثريني دثريني زمليني زمليني شي الخبر بعد ما هدأ النبي واستقر قال لها يا خديجة ترى القضية كذا وكذا جاءني هالشكل وبهالطريقة وكاد أن يقتلني وأنا خايف ومرعوب فصارت خديجة هي تهدئ وتهون على رسول الله صلى الله عليه وآله تقول له لا عليك أكيد الله سبحانه وتعالى راح نصرك واش رجال إنك تعطف على اليتيم وتطعم المسكين بحياتك ما أذيت أحد أنت الصادق الأمين وما أقول لا الله يخذلك ثم أخذته خديجة جاءت به إلى ابن عم لها اسمه ورق ابن نوفل وهذا في الجاهلية كان على الطريقة النصرانية كان نصراني فخديجة أتت برسول الله إلى ورق ابن نوفل فقال له ورق يا محمد أخبرني بما جرى عليك صار لك بالضبط أعد علي ما جرى عليك فقال له رسول الله ما حدث معه مع جبرايل ما حصل له مع جبرايل فقال له ورق ابن نوفل إنها والله دلائل النبوة وهذا مذكور في الكتب السابقة في التوراة هذا وإنه سيكون لك شأن عظيم وستكون نبيا وسيخرجك قومك من بلدك من مك فاتفاجأ النبي قال لا أومخرجيهم راح يطلعوني قال لا نعم هذا الشكل كل نبي يبعث ويخبر الناس بهذه الحقيقة حقيقة هداية الناس إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يحارب وشوية شوية النبي صارت أقلمي الوضع إلى أن هدأت نفسه وفي بعض الروايات النبي كان يعاني من القلق واليأس الشديد إلى درجة أراد أن ينتحر وقف على الجبل وهم أن يلقي بنفسه وينتحر ويخلص منها القضية كلها لا جبرائيل ولا غير جبرائيل وحاشى لرسول الله صلى الله عليه وآله هالكلام هذا لا نقبله جملة وتفصيل لأنه لا يمت إلى الدين بصلة ولا يمت إلى رسول الله بصلة بل فيه إساءة إلى الله تبارك وتعالى وما أريد أتطرق إلى سند هذه الروايات لكن خلي نشوف خلي نقف خلي نقف عند هذه الرواية نشوف شنو من مصائب فيه أولا نحن في عقيدتنا أيهما أعظم الملائكة أم رسول الله صلى الله عليه بلا شك رسول الله أعظم من الملائكة أصلا الملائكة في عقيدتنا خلقوا من نور علي سلام الله عليه كما في الرواية المعروفة التي ذكرها مختلف الرواة في مختلف الكتب عن حقيقة ذوات أهل البيت فإذا كان المؤمن العادي أحيانا يرتقي ويتجنب المعاصي ويلتزم بالطاعة فيكون أفضل من بعض الملائكة فكيف بخير خلق الله فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله مو من الأجدر به أن يكون أفضل من الملائكة فكيف يعقل أن يأتي جبرايل بهذه الطريقة ويعصر رسول الله حتى كادت روحه أن تخرج من بدنه حتى يقل أقرأ ثم إنه يعيد على النبي شنو يعني النبي يكذب على جبرايل جبرايل ممصدق النبي كل مرة يقول لأقرأ يقول لما أنا بقارأ ويعصر يقول لأقرأ ما أنا بقارأ ويعصر يقول لأقرأ ما أنا بقارا إخوة ما أقدر أقرأ ما أستطيعني فيعصره ويعصره ويعصره يا 항 أي كلام هذا أي كلام هذا وبعدين النبي العظيم يأتي إلى خديجة وإذا بخديجة هي التي تهدئه ليش خديجة سلام الله عليها على عظمة قدرها وجلالة مكانتها لكن وين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه عظيم ما حد يوصل إلى مقام رسول الله هو اللي يهدئ خديجة مو خديجة هي التي تهدئه يصور لك تصوير شلون كأي زوج زوج عاديين يجي الزوج شوية مضايق وقلق وزوجته هي المؤمنة لإيمانها عظيم وهي المطمئنة فتنقل حنانها وطمأنينتها إلى زوجها هذا قد يصح أحيانا في بعض الحالات مع البشر العاديين مو مع خير خلق الله مو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأسوأ من هذا كل إن النبي إلى درجة أصابه اليأس حتى كاد أن ينتحر يشوى الانتحار خلاص أم الانتحار ذنب عظيم يقاد بصاحبه إلى النار الهدرجة الرسول يأس من هذه الحالة حتى كاد أن ينتحر وهشك المستوى إدراك رسول الله اللي يفكر أن الخلاص هو في الانتحار أبسط مؤمن عند ذرة من الإيمان يقول لك أنا ما ممكن أنتحر ليش؟ لأن الله يرى ويسمع ما يجري أنا أنتحر وين أروح خوراي حساب؟ هناك جنة هناك نار هذه النفس ليست ملكا لي هذه أمانة عندي لا بد أن أحافظ عليها وإذا بكل هذه المعلومات غابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أن يتواصل المسلسل إلى أن يجي إلى نصراني وهذا النصراني هو اللي يطمئن النبي بعدين النبي يرتاح لا يمكن أن يصح هذا الكلام بأي شكل من الأشكال أصلاً نحن في عقيدتنا أن نزول جبرائيل على رسول الله إنما هو نزول تشريف مو نزول إخبار مو نزول إعلام يعني رسول الله قبل أن ينزل جبرائيل عليه هو يعلم أن جبرائيل سينزل هو يعلم فحوى ما سيخبره به جبرائيل لكن هذا مثل أمور شكلية تشريف احترام لرسول الله الله لما يريد شايفنا الآن لما يريدون الرؤساء واحد يبعث رسالة إلى الآخر يسوي يبعث له برقية برقية مثل الرسالة يطرشها أو يرسل مبعوثاً من طرفه إلى ذلك الشخص الآخر كنوع من أنواع التشريف كنوع من أنواع الاحترام كذلك رب العالمين حينما يرسل جبرائيل ينزله على رسول الله هذا مو من باب الإخبار والإعلام لرسول الله رسول الله يعرف شما يعرف يعلم بما سينزل به جبرائيل لكن احترام وتشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلاً في كثير من الأحيان الرسول قد لا يعلم فحوى الرسالة وكذلك جبرائيل ترمو بالضرورة حينما ينقل رسالة مشرط يعرف معانيها ومحتواها ودلالاتها مجرد مطراش بتعبيرنا على مكانة الجبرائيل لكن هذه وظيفة وظيفة أنه ينقل الرسالة من الله إلى رسول الله بس انتهت المهمة ما لك شغل رسول الله كيف يستدل من خلال هذه الرسالة كيف يتصرف هو اللي يعرف أصلاً جبرائيل في رواياتنا على العكس تماماً حينما كان ينزل على رسول الله يجلس بين يديه جلسة العبد الذليل احتراماً لرسول الله مو يجه الشكل بقوته وجبروته ريد خنقاً وعصراً وقتلاً ويأذيه بالعكس هو يطلب نظرةً من رسول الله يطلب أن يكون رسول الله شفيعاً له عند الله تبارك وتعالى فيحاول أنه يتحرى كل ما يمت للأدب بصلة أو يكون مؤدب مع رسول الله يجلس بين يديه جلسة العبد الذليل ينقل له هذه الرسالة التي سلمه الله تبارك وتعالى إياه هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا حقيقة نزول جبرائيل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم في رواياتنا ما يروى في المبعث النبوي الشريف أن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذن له أو وأخبره بالإذن الإلهي بأن ينطلق بالدعوة وإلا رسول الله هو نبي رسول الله نبي وآدم بين الماء والطين نحن في عقيدتنا أن الأنبياء أنبياء قبل ولادتهم وبعد مجيئهم إلى هذه الدنيا وولادتهم شنو هي في هذه الدنيا مجرد انتقال من عالم إلى عالم في ذلك العالم كانوا أنبياء منذ أن اصطفاهم الله في تلك العوالم النورانية كانوا أنبياء وإجوا لهذه الدنيا أنبياء كل ما هنالك اختيار التوقيت المناسب متى يصدح رسول الله بالدعوة متى يخبر الناس بهذه الرسالة العظيمة التي سلمه الله تبارك وتعالى إياه ويدر النبي متى سينزل جبرائيل فلما نزل عليه جبرائيل فرح رسول الله واستأنس بذلك وانطلق إلى خديجة صلوات الله وسلامه عليها يبشرها ويخبرها يقول لها يا خديجة لقد أمرني الله تبارك وتعالى أن أصدح بهذه الدعوة وأن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم فعلينا أيها الأحب أن نلتفت أن نكون على وعي بدرجة بحيث حينما نسمع شيئا بإمكاننا أن نضعه بإمكاننا أن نضعه في خانة الصواب أو في خانة الخطأ لما تجينا رواية لابد أن تكون عندنا المعلومات الكافية حتى نحلل هذه الرواية نشوفها تتوافق مع مسلمات ديننا ومذهبنا وضرورياته لو ما تتوافق فإذا توافقت معه أخذنا بها وإلا فإن أهل البيت سلام الله عليهم نقلوا لنا كنوزاً فيما جرى في كل تلك الحوادث ونحن لسنا بحاجة إلى أن نأخذ من غيرنا لسنا بحاجة إلى أن نأخذ منهم ما وقع في تلك الأحداث ما جرى على رسول الله أو غيره من الأئمة سلام الله عليهم على مر السنين والأيام وعلينا أن ننقل هذا إلى الأجيال جيلاً بعد جيل على أولياء الأمور أن ينبهوا أبناءهم اللي يدرسون بالمدارس يقولونه منتبهوا ترى الحقيقة كذا وكذا مدائماً الإنسان اللي يتلقى يكون حق وصواب وصحيح بل لابد أن ينتبه ويلتفت لما يتلقى فلينظر الإنسان إلى طعامه فإذا كنا قد أمرنا أن ننظر وأن نلتفت إلى ما ندخل في جوفنا من طعام فعلينا أن ننتبه أكثر ونلتفت أكثر إلى ما ندخل في عقولنا من معلومات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيادة معرفتنا برسول الله وبالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم وأن يوفقنا وإياكم للاستنان بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وعترته الطيبين الطاهرين وأيضاً كما بدأنا نختم أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد